فإذا السؤال دائماً اللي يطرح طيب إحنا من أول التاريخ وإحنا بنسمع عن أوبئة وبالدلالة إنه الأسبوع اللي مضى فيك ترجع للحلقة الأسبوع اللي مضى اتكلمت عن الوباء في الكتاب المقدس وجبت أمثلة من العهد القديم ومن العهد الجديد عن هذه الأوبئة ومنشوف إلها دلالات وإلها طبعاً بحسب الظرف والوقت والمكان وبحسب مين الحاكم أو الشعب أو الأمة والغرض من الوباء لكن اليوم برضو يعني بنسمع عن أوبئة كثيرة حدثة في القرن الماضي وفي هذا القرن وأوبئة اجتاحت يعني وحصدت ملايين من النفوس لكن شوني بميز هذا الوباء وابتدأت الناس تتساءل هل إحنا في آخر الأيام ولسيما قول المسيحة واضح في عن آخر الأيام يعني بيتكلم عن مبتدأ الأوجاع رح يكون زلازل ومجاعات وأوبئة يعني بيستخدم كلمة أوبئة طيب ما هو في كل عصر وفي كل زمان وما في قرن مضى إلا شفنا وباء اللي بيجتاح وبيحصد عدد كبير من السكان هذا الوباء خطير جدا لعدة أسباب السبب الأول يعني ما منعرف عنه كثير يعني الوباء يمكن نسمعنا أنه جاء من الصين لكن ما منعرف يعني لسه عم بيحلله لسه عم بيحاولوا يكتشفوا شو السبب شو المسبب وفي نفس الوقت بيحاولوا يكتشفوا طيب شو العلاج اللي ممكن نتناوله حتى نمنع من هذا المرض وهل فيه رح يكون تطعيم يعني ضد الفيروس رح يكون أي شيء يعني نتعطى اللي يمنع تقدم هذا الوباء فيروس مخفي وعم بيأثر على كل العالم ودول بتحط قوانين صارمة أنه لازم يكون في مسافة لازم تبتعد لازم تكون مش أقل من مترين وأكتر من اتنين ما يكونوا مع بعض لما عملوا شوي تخفيف الأمور خمس أشخاص ويمكن في بعض المناطق في الأراضي المقدسة فتحوا للكنيس تفتح بحيث أن العدد يكون ميزتش عن الخمسين شخص وهكذا طبعا نفس القصة في كل مكان بحسب هذه الجائحة التي اشتاحت العالم وبحسب المنطقة فلي بميز هذا المرض أنه لم يكن في بقعة جغرافية محددة مثل الطعون مثلا في مكان معين أو الفلونزا الإسبانية أو إلى آخره كوليرا طعون أمراض أخرى سارز إلى آخره هذا المرض أثر على كل العالم يعني من شهرين ثلاثة كانت الدنيا كلها قايمة قاعدة واليوم هدوء غير عادي وأغلب الناس طبعا جالسة في بيوتها فإذا الأوبئة قديمة كانت في بقعة جغرافية تشتاح منطقة كاملة لربما خمسين مليون وأكتر من خمسين مليون شخص لكن اليوم أحبائي بسبب الصفر يعني تنقلات الناس الناس كلها بتتنقل وأشغالها بطلت في بقعة جغرافية محدودة صار الكل يسافر فمما يسبب انتشار هذا المرض في كل أنحاء العالم أكتر من 180 دولار شيء ثاني تواصل يعني النقل والتواصل اليوم بيختلف عن أي زمن عن أي عصر مضى خلال دقيقة الخبر ممكن يوصل لكل أنحاء العالم كفيك يعني اللي بيكتبه عن هذا المرض من سواء يعني متخصص أو غير متخصص طبيب أو غير طبيب الكل بيكتب والكل صار مختص في هذا الموضوع فعندك معلومات شائكة معلومات أحيانا مضللة وأحيانا صحيحة والناس ضاعك بين المضلل وبين الصحيح شو هو الجواب الصحيح شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة